أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الباطعة ليس لوقعتها كاتبة خافذة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابكون السابكون أولئك المكرطون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موتون متكعين علينا المتقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاجهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتغون بحور عين كأمثال اللؤلؤ المكمون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في شدر مقدود وطلح مندود وذل ممدود وماء مسكوه وفاكهة كثيرة لا مبتوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشانا هن إن شاء فاجعلنا هن أذقارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سوم وحمين وذل من يحمون لا بارد ولا فريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا منا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الطالون المكذبون لآكلون من شجر من زبون فمالئون منها البتون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تنون أأنتم تهلقون أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوثين على أن نبدل أنفالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم من نشاءة الكولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحبثون أأنتم تزرعون أو أم نحن الزادعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه حجادا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة تذكرة ومتاعا للمقرين فسبح باسم ربك العظيم فلا أبسل بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تنشرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقهبين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المقذبين الطالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم